بسم الله الرحمن الرحيم عزائي ومشاهد قناة النادي الأهلي وجمهوري نادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال أو استوديو الأبطال النهاردة هنلأ حضراتكم الأحداث اليوم الختامي في بطولة أفريكا للشباب تحت 21 سنة بطولة أفريكا للكرة الطائرة 21 سنة البطولة بتقام على الأرض مصر في صلة رقم 2 باستاذ القاهرة أو صلة الفراعية رقم 2 باستاذ القاهرة مباراة اليوم إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة يعني حوالي ساعة من الآن مباراة تحديد المركزي التالت والرابع ما بين الكونج الديمقراطي وفريق الكاميرون وهيكون إن شاء الله في الساعة السابعة مباراة النهائي ما بين مصر والمغرب الشقيق المباراة الحقيقة يعني هتبقى على صدارة البطولة أو الأول والثاني ولكن مصر ضمنت التأهل لكأس العالم خلينا أقولكم أن البطولة دي مؤهلة لكأس العالم الذي سيقام نهاية هذا العام والحقيقة حتى الألم يحدد مكانه وتاريخه ولكن سيقام طبعا في نهاية هذا العام مصر ضمنت التأهل بعد فوزة في المرواتين اللي فاتوا النهاردة مباراة مهمة جدا مع المغرب الشقيق في الساعة السابعة وطبعا زيما قلت لحضراتكم قبلها الساعة الرابعة تكون مباراة الثالث والرابع ما بين الكونج الديمقراطي والكاميرون قبل طبعا ما نتأول البطولة بكل جوانب التنظيمية وأيضا الفنية بحب أرحب بضيوفي لما نورني في الستوديو الكابتن ممدوح أسماعيل طبعا نجم الكرة الطائرة في النادي الأهلي ومنتخب مصر وموز الجيل الذهبي لمصر وكمان عضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي أهلا بك يا كابتن أهلا بك يا كابتن عيسي بنورنا ومنور قرات النادي الأهلي برحب طبعا بنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحب التاريخ الكبير في الكرة الطائرة وجيل الشباب طبعا هو لسه معتازل حديثا الكابتن حسام شعراوي وايضا هو مدير فني فريق طبعا عشرين سنة فريق الشباب للكرة الطائرة في النادي الاهلي ألم بيك يا كابتن حسام ألم بيك يا كابتن نايس منورنا تمنى التوفيق طبعا لمنتخب إن شاء الله طبعا أمنياتنا طبعا اللعبية كلها بتاعتنا في النادي الاهلي هي العمود الأساسي في المنتخب إن شاء الله ربنا يوفق من نارتنا إن شاء الله بإذن الله